أمام 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 أودا حميدة حبيث الأكارم حياكم الله سأل فيكم ونكمل مشوارنا بما يخص العشاب الطبية وفويدها اليوم نتكلم عن ثمرة من الثمار الجميلة اللي الناس تحب طعمها وتحب ريحتها وتأكلها يعني وتحلي فيها وتستمتع بأكلها ألا وهي البابايا البابايا طبعا مؤخرا أدخلت شتلاتها عندنا نحن نعني في الكويت واصبحت تزرع لأنها هي تزرع في المناخ الاستوائي يعني تكون في المناخ الاستوائي تعطي أو تطرح ثمار يعني بكامل فوائدها الطبية ولكن إذا زرعناها في الكويت في حدائقنا واعتنينا فيها وهيئنا لها الجو المناسب راح تعطينا ثمار وتعطينا فوائد طبية جمة هذه الثمرة البابايا نستخدمها يعني طبيا نستخدم الأوراق ونستخدم كذلك الثمار هذين الثيناتهم مع بعض يعطوننا الفائدة الطبية البابايا تستخدم يا أمن ناضجة تمام أو يعني رايب أو أنرايب ناضجة أو غير ناضجة غير ناضجة تكون خضرة ناضجة تكون لونها برتغالي فالناضجة لها استخدامات والغير ناضجة لها استخدامات وأكثر الفائد الطبية تتمركز حول الثمار الأنرايب أو الغير ناضجة الأوراق يستخدمونها لعراض من عراض الحمى يسمونها الضنك أو حمى الضنك هذه تنتقل عن طريق البعوذ يعني لحنا البعوذ عندنا بس مو بس الملاريا ينقل لا ينقل كذلك هذا النوع من الأمراض مهي يعني مو بعوذة الـ 45 درجة أو عبوضة الملاريا هذه البعوذة العادية ممكن تنقلك هذا المرض من شخص مصاب تأطيك كياتة مرة ثانية يسمونها حمى الضنك هذه حمى الضنك هذه تؤدي إلى نزيف بلوردة الدموية وكذلك سخونة وعياء شديد وعراض شبيهة بعراض الفلونزا وتؤدي بعد ذلك إلى نقص في الصفايح الدموية نقص الصفايح الدموية هو اللي يخلي النزيف يزيد معاك تظهر معاك البروز والكلامات هذه لأنه يصير عندك أنت نقص في الصفايح الدموية كلها بيسبت بيسبت هذا المرض اللي إنقلت لكيها هذه البعوذة هذه الأوراق طبعا هذا المرض لحد الآن ما لقل علاج ولكن أوراق البابايا تناولها يخفف من حدة هذه الأعراض بحيث أنك أنت يخليك أنك أنت مع البرنامج الطبي أنك توصل إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى ولكن ما تعالج هذا الشيء مثل الكوركم على سبيل المثال مفيد من أحسن يعني لحد الآن الأشياء الآمنة والزينة لعلاج أعراض الروماتويد الروماتويد هذا مرض مناعي ما لا علاج يعني إلا بالأشياء اللي أعطي كيها الطبيب مخفضات المناع وكذا ولكن الكوركم بالذات المركب اللي فيه اللي هو الكوركمين هذا يخفف عليك عراض الروماتويد فتاة آه يشمع المرض يعني الأورام اللي تصبح عندك مثلا بالمفاصل يتروح منك العوارات اللي تخص فيها هذه ممكن تختيف منك تماما بس يضل المرض معك حبيث الكارب بدون أن تطرحت للكوركم وايد منكم ناس تبحث عن الكوركم في محلات المكملات الغذائية فهناك يقول لهم أخذ الكوركمين أحسن أو أخذ الكوركمين معه في الفل أسود أو بعضهم يقول لك هذا النوع اللي هو كوركم تورمرك معه في الفل أسود فهني يعني الزبون أو مستهلك يحتار خلقه يقول لكم على شغلة بسيطة الكوركمين هي المادة الفعالة بالكوركم وهي المادة يعني الفعالة بالكوركم اللي تكون دائما بصورة إيش بصورة قابلة للذوابان يسمونها water soluble فالجسم ما يستفيد منها أبدا يعني إذا خذت الكوركمين بروحها بس ما يستفيد منها جسمك لأنه water soluble يعدي على الكبد وخلاص يروح يطلع برا من جسم يقولون أي فائدة الحل الوحيد اللي استفاد منها بأنه يحطوا له شنو يحطوا له البيبارين البيبارين هذه المادة الفعالة بالفلف الأسود أو أنه يقول لك كوركمين معا فلف الأسود معا شنو black paper أو أنه يكون معا بيبارين البيبارين حوله إلى صيغة شنو إلى صيغة غير قابلة للذوابان هذه الصيغة اللي تخليه يبقى في الجسم يستفيد من الجسم فأنت إذا رحت إلى الصيدلية وقال لك هذا ترمرك كوركم معاه في الفلف الأسود ما في داعي أنك تأخذك هذه الدعايات لأنه ما تحتاج في الفلف الأسود مع الكوركم وإن شاء الله فيها لا تكمل بإذن الله تعالى أشبتنا فيها الفائدة للصغير والكبير خلونا نتعرف على فائدها وطرق استخدامها خلكم معايا ميزة لكوركم اللي هو الترمرك وهذا الميزة التي توفرها بأغلب أنواع العشاب أن تكون العشبة تحتوي على المادة الفعالة وتحتوي على مواد ثانية تسهل امتصاصها بالجسم ومواد ثالثة أحيانا تكون بنفس العشبة تمنع حدوث أي عراض جانبية مثل ما قلت لكم أنا لها الصفصاف في مادة المثال سيليسليك وفي مادة تمنع تأثر المعدة فيه الآن الكوركم فيه الكوركمين اللي هي المادة الفعالة وفيه كذلك البيبارين نفس الكوركم فيه مادة البيبارين وفيه الكوركمين فأنت إذا أخذت الكوركم لا تفكر بأي شيء ثاني لأنه فيه المادة الفعالة وفيه كذلك ما يسهل امتصاصها بالجسم أما إذا أخذت الكوركمين بروحها تأكد أنه يكون مضاف للففل الأسود أو مضاف للبيبارين معلومة للأسف يعني حتى بعض اللي يبيعون في محلات المكملات خافي عنهم هذه الموضوع والضحية يكون بأنها المستهلك ما يعرف شو نشتري فالمادة الفعالة اللي موجودة هي المادة اللي نبيها لعلاج هذه الأمراض بالمكسيك المكسيك يستخدمون أوراق البابايا لعلاج السكر طبعا السكر عندنا نوعين طيب 1 و طيب 2 السكر من النوع الثاني يستخدمون يعني يستخدمون أوراق البابايا في المكسيك لعلاج السكر من النوع الثاني طيب 2 يسمونه insulin independent يسمونه insulin resistance لا أسماء وايد والأدلت أنست هذه كلها أسماء للسكر طيب 2 طبعا علاج السكر من النوع الثاني متعدد وهذا أحد الأشياء أو أحد الوسائل لعلاج السكر من النوع الثاني عندنا المورنج احنا كذلك تكلمنا عنها قلنا أنها زينة عندنا كذلك الخيار المر الخيار المر الكريلة الهندية أو يسمونها الأمبلاية هذه أنا عندي لها كتاب خطة من من الفلبين شريتها كتاب ممتاز ألف يا دكتور أثبت أن الخيار المر أو الكريلة هذه موجودة هذه متوفرة في كل محلات الخضروات فيها مركب شبيه بالإنسلين يقوم بنفس خصائص الإنسلين فاللي عندهم سكر من نوع الأول بإمكانهم أن يأخذون عصير الكريلة يقطعونها يعصرونها العصير يشرب منها مثلاً نصف كوب أو فنجان أثناء الغداء واثناء العشاء وراقبون السكر يشوفون أن السكر بدأ ينزل لمستدويات متدنية يعني قوية جداً لعلاج السكر إذا يجبون شيء بسيط وما لذاك يعني القوة يستخدمون أوراق الباباية وهذا راح يشوفون فيها يعني الفائدة يعني المرجوة مع علاج الطبيب لا شك يعني أنا ما أيد واحد ياخذ عشاب لعلاج السكر ويقطع علاج الطبيب لا خليك مع علاج الطبيب بالإضافة إلى اللي تاخذه يعني كبديل وراجع الطبيب وخليك مع المراجعة وفحص سوف وحصات دورية عندك في البيت ممكن توصل في يوم الأيام أنك أنت تخفف جرعة السكر لأنه لا الكلمة الأولى والأخيرة ولكن أوراق الباباية هذه في المكسيك تستخدم لعلاج السكر تايب تو كذلك نحن تكلمنا وايد عن غازات وانتفاخات ونجد أن وايد من النباتات أو أوراق النباتات لهذا المفعول يعني هذه ما تختلف أوراق الباباية عن غيرها من النباتات اللي ذكرناها سواء بالبتولة الصفصاف وغيرها أو حتى في الكينة أنها تخفف من الانتفاخات اللي عاني من الانتفاخ في بعض الناس حتى من شرب الماء غلاس ما ينتفاخ بللي عندهم انتفاخات وعندهم غازات هذا عليكم بأوراق الباباية شربوك شاي علاوة على ذلك الحموضة اللي عنده مشكلة في الحموضة وبدال ما يروح إلى تغليف المعدة وهذا علي بأوراق الباباية تهدي للحموضة في شيء ثاني اللي عاني من الحموضة والارتجاع في بعض الناس بعد ما يأكل يبي ينام بالليل ما يقدر الأكل يصعد ما غير يصعد لفوق يصعد لتحت حموضة شديدة حالتها مزعج جدا ويكون مل أو تعب من هذه اللدوية اللي هي مضادة للحموضة ليش لأن هذه يعني بالمستقبل ممكن تأثر على الكلة أو تأثر على الإظام ها تسببها شاشة في الإظام فتتبعون لها عبة الأكارم اللي عندها الحموضة مستمرة مستمرة دايما يامن يشرب شاي الباباية أو شي سوي يشرب عصير الخيار عصير الخيار هذا إن شاء الله تعالى بإذنها راح تكون عليه سالفة بسيطة وراح أقول لكم بعض القصص عنها راح تستفيدون منها وتفيدون قيركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة